اشتركوا في القناة يدد دعم سيادة بغداد ويدرس انتقال المهمة الى شراكة دائمة داعش لن يعود نينوات تكذب تسلل الارهاب عبر السوريا الحدود مؤمنة ومراقبة بالكاميرات وتحذيرات من محاولات بث الرعب بشماعة التنظيم في النشر ايضا عراقيون يتحدون الظروف الاستثنائية اي الاولى في ديالة كفيفة تحفظ القرآن والشعر درست بالاستماع وتفوقت طموحها دكتورة بالقانون اهلا بكم الى تفاصيل رفع البرلمان جلسته من دون قراءة تعديل قانوني الاحوال الشخصية والعفو العام وصد جدل وانقسام كبير داخل البيت التشريعي مراسل يو تي في افاد بان المجلس صوت على التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك وانهى القراءة الاولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحجد الشعبي فيما اجل مقترح تعديل الاحوال الشخصية لافتا الى ان الجلسة رفعت نتيجة خلافات عليه وتأجيل بقية فقرات جدول الاعمال بضمنها قانون العفو العام بعد موجة من الجدل ضربت البرلمان نتيجة ادراج فقرة تعديل قانون الاحوال الشخصية رفعت جلسة الاربعاء من دون المرور على فقراتها الست واكتفى المجلس بطرح فقرتين فقط التعديل الثاني لقانون العفو العام ابرز المشاريع التي لم ينجح البرلمان في اجراء القراءة الاولى لها رغم الاتفاق السياسي والشعبي اذ يتحدث نواب عن كونه المشروع الابرز خلال الجلسات المقبلة خصوصا انه يشمل الالاف الابرياء في السجون وارسل من مجلس الوزراء منذ قرابة عام اصبحت هناك مشادة داخل قاعة بسبب رفع القانون الاحوال الشخصية مما اثر الى رفع الجلسة ورفع الجلسة اثر الى تأخير قانون العفو العام ذهبنا الى هيطة الرئاسة لمناقش هذا الموضوع وعدتنا مشكورة بانه سيكون قانون العفو العام في جد والجلسة القادمة من مجلس النواب الفقرة الاولى تعديل قانون الاحوال الشخصية شكل نقطة الخلاف البارز خلال الجلسة بعد جمع تواقع نيابية بلغت اكثر من 120 توقيعا طالبت بسحب مشروع القانون بوصفه مكرسا للطائفية ويتجاوز العرافة الاجتماعية اتسمح بعض مواده بتزويج القاصرات دون السن القانوني اضافة الى تعارض بعضها وفق نواب مع المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الانسان فيما دعت كتل سياسية الى عرض مشروع القانون على جهات دينية وقضائية متخصصة قبل ادراجه مجددا على جدول التشريعات في اعتقادنا كان سيشكل في حالة تشريع قانون مشكلة داخل الاسرة العراقية وعليه نطلب الالتزام بالمواد الثامنة والتاسعة والعاشرة التي تتعلق بأهلية الزواج وصوت البرلمان على تشكيل لجنة نيابية مؤقتة تتولى تنفيذ مدونة السلوك النيابية لكنه اجل عدد من مقترحات المشاريع الى جلسات اخرى ومع رفع جلسة البرلمان لهذا اليوم تبقى سلة القوانين واحدة لا يمكن تمرير جزءا منها دون غيره ويبقى حسمها مؤجلا حتى شعر اخر من داخل البرلمان علي اسد يو تي في بعد رفع جلسة البرلمان بسجال من دون قراءة تعديل الاحوال الشخصية قال اعضاء في مجلس النواب ان مضامين التعديل تخالف الدستور واخطر على مبادئ الديمقراطية وتولد انقساما طائفيا فيما رفض اخرون رفع جلسة قبل قراءة مقترح التعديل بالنسبة هذا القانون لم تناقشه لجنة المرأة ولم يعرض على لجنة المرأة نعم كان المفروض ان هذا القانون يناقش لجنة القانونية صحيح كل لجنة من حقها نتقدم بعض القوانين لكن هناك قوانين مشتركة وهذا القانون مشترك لنوبية هدم للأسرة العراقية باهتمام بحقوق المرأة وحقوق الرجل لا نقول انه رجل ما على حقوق لما وجدنا في التعديل من مشاكل ستتسبب مزيدا من الانقسام الطائفي وتشرع ظواهر لا يقبلها العقل والذوق العام ان الموقف الذي اتخذه عدد كبير من اعضاء مجلس النواب يشار له بالاحترام ويبين حرصهم على تماسك المجتمع العراقي ما حصل اليوم في جلسة اليوم وتحديدا من قبل للأسف من قبل رئاسة مجلس النواب في التعامل مع السياقات التشريعية في قراءة هذه الفقرة من جدول الأعمال كان مخالف للنظام الداخلي حيث تم رفع الجلسة لغير سبب فقط لطلب سحب مقترح القانون وهذا الطلب مخالف للنظام الداخلي ومخالف لقانون مجلس النواب والتشكيلات اذا جدل جديد ولدته محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب أبرز فقرات القانون النافذ والتعديل المقترح وما يصاحبها من رفض عارم في العرض الآتي محاولة تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب تعيد اثارة الجدل داخل المجلس وخارجه بعد رفض مجتمعي وقانوني عارل لما تحتويه المواد المخترحة من مخاطر على النسيج المجتمعي والتماسك الأسري بشأن الزواج والطلاق وحضانة الأطفال قضية تعديل قانون الأحوال الشخصية طرحت للمرة الأولى عام 2019 لكنها قوبلت برفض واسع واحتجاجات في بغداد والمحافظات شاركت عبرها جهة سياسية ومنظمة مدنية وتجمعات شعبية ومنذ أيام لم تهدأ ساحة الرفض الحقوقي والإنساني إذ ترى أن تمرير تعديل الأحوال الشخصية يقسم العراق ويحذر ناشطون من فلات كبير في القانون عبر تحويل قضايا الأحوال الشخصية إلى خارج المحاكم الرسمية قانون الأحوال الشخصية معمول به منذ عام 59 وهو تشريع مدني متكامل بحسب خبراء قانونيين إلا أن تفسيرات معارضة ترى أنه يحتوي على بنود لا تناسب وضع البلاد المتنوعة دينيا ومذهبيا كما يضم فقرات وضعت في خانة حرمان الأم والزوجة من حقوق والتحيز للرجال قانون الأحوال ينص على أن للأم الحق بحضانة الطفل وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة ولا تسقط حضانة المطلقة بزواجها وللطفل حق الاختيار في الإقامة مع من يشاء من أبويه عند بلوغه الخامسة عشرة من السن إلا أن التعديل الجديد يسلب الأم حق الحضانة إذا تزوجت ويخير الطفل بعمر سبع سنوات القانون المعمول به حاليا ينص على أن يكون التفريق وفقا للقانون المدني لكن وثيقتين مسربتين تظهران أن التفريق يتم وفقا للفقه المذهبي بحسب اختيار الزوجين وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي للاحتكام إليه تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما بما يتعلق بالحقوق ما اعتبره الرافضون للقانون شرعنة للطائفية في إدارة الدولة والقضاء وابتعادا عن الدستور الناص على مدنية الدولة العراقية نواب داعمون لتمرير التعديل يرون أن المدى السابع والخمسين من قانون الأحوال المتعلقة بحضانة الطفل ستعدل لتحقق العدالة والحماية للأسرة من التفكك وسط زيادة حالات الطلاق وتقترح حضانة مشتركة بين الأبوين لتربية الطفل في بيئة متوازنة الحديث أكثر ينضم إلينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري دكتور مرحبا بك في هذه النشرة دكتور انقسامات تهديد سجال هذا ما حدث اليوم في الجلسة كيف تابعت ذلك دكتور شكرا على استضافة كان متوقعا حدوث هذه الانقسامات وحتى تبادل اتهامات ما بين القوى والأحزاب السياسية على اعتبار أن البرلمان سابقا وحاليا يعتمد صيغة التوافقية أو سلة الواحدة وأيضا الأطراف التي قدمت تعديل القانون الأحوال الشخصية صدمت بشكل كبير جدا أولا بحالة الرفض الموجودة في البرلمان والأمر الآخر الرفض من قبل شرائح مجتمعية كبيرة جدا وبالتالي هذا انعكس على طبيعة الجلسة بشكل كامل وحتى فقراتها الملاحظ هو أن قضية التمرير المتوازي لمشاريع القوانين يبدو هو الحاضر وعملية لي الأذرع ما بين القوى والأحزاب السياسية لا تزال ومحاولة طبعا فرض إرادات معينة لبعض الكتل السياسية هي لا تزال تسيطر على المشهد لذلك أنا أتصور من أن الدفع بقانون جدلي يعني في ظل تردي كبير في الخدمات وأيضا عدم ارتقاء البرلمان لممارسة دوره الرقابة الكبير في ظل انتشار فساد كبير في مؤسسات الدولة فضلا عن ذلك أن البرلمان عجز يعني لمدة ثلاث سنوات أن يدفع بتشريعات قوانين يمكن أن تدعم الدولة مؤسساتها وحتى حاجات المواطنة العراقية أنا أعتقد أنه يؤشر على أن هناك من يحاول أن يذهب باتجاه تمرير بعض القوانين لغرض الكسب الانتخاب المبكر خصوصا أن البرلمان في ربعه إلى آخر كان المفترض والبرلمان يعني ملزم أو يتواجد ما بين أدراجه ما يقارب المئة وعشرين تشريعا من القوانين كان المفترض إعادة طرح هذه القوانين من جديد لا أن يذهب إلى قوانين خلافية قد يكون الهدف منها التغطية على بعض المساحات والعجز دكتور في بداية حديثك تحدثت عن مسألة السلة الواحدة إذن قانون هو محل خلاف وجدل ورفض مجتمعي على الأقل كيف يمكن جمعه مع قانون العفو العام الذي هو أحد أساسيات تشكيل هذه الحكومة كان اتفاق سياسي بصراحة أستاذ علي أنا لا أتصور بأن الاتفاق السياسي لا زال حاضرا أو صامدا من وجهة نظري هذه الورقة منذ اللحظات الأولى كنت أدرك أن التوقيع عليها ستنتهي بمجرد تقاسم الوزارات والمناصب وفيما بعد قضية القوانين ستبقى تخضع للجدل السياسي الآن يبدو بأن هناك حاجة ملحة من قبل بعض الأطراف لها طرح مشاريع بعض القوانين دمج مرة أخرى دمج قانون العفو العام مع قانون أو تعديل الأحوال الشخصية وأيضا قانون تعديل تقاعد هيئة منتسبي هيئة الحجد الشعبي يعني يبين بما لا يقبل الشك أن هناك أطراف لا تزال تعتمد التمرير المقابل لبعض القوانين وهذا منهج وأداء لم يتغير منذ الدورة الأولى للبرلمان العراقي وإلى حد هذه الدورة لذلك أنا أعتقد أنه أمر متوقع وبالتالي عدم الالتزام يبدو هو الثابت من وجهة نظري دكتور الكثير من القوانين مؤجلة كانت مهمة أيضا هناك مسألة أخرى دكتور حتى اللحظة لم تدرج فقرة انتخاب الرئيس لم يتحدث عنها أحد ماذا تقول؟ ولن تدرج على مستوى الأسابيع القادمة من وجهة نظر خصوصا وأن لا تزال هناك أطراف تبدو أو تذهب باتجاه أن عدم وجود رئيس للبرلمان يحقق لها فواد ومكاسب سياسية ليست فقط آنية وإنما حتى على مستوى المرحلة القادمة يعني مرحلة الانتخابات القادمة هذا من جانب ومن جانب آخر أيضا يؤشر حالة الانقسام الشديدة جدا يعني داخل القوى السياسية السنية وأيضا فيما يرتبط بالإطار التنسيق الذي فيما يبدو على الرغم من أنه منقسم لكن يبدو بأن عدم وجود رئيس للبرلمان يحقق له مكاسب معينة في بعض مسارات الأداء البرلماني ولذلك أنا أعتقد أن هذا الاستحقاق قد يكون صعب جدا أن يكتمل سيما وأن إلى الآن لا توافق حول تعديل المادة 12 من النظام الداخلي في البرلمان وأيضا عدم وجود توافق حول أي من المرشحين أو حتى القبول بالبدء بالجلسة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان لذلك يبدو أن الموضوع مؤجل لحين التوافقات الداخلية والخارجية نعم من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري دكتور شكرا جزيلا لك في شيء آخر رفضت هيئة الحجد الشعبي ما صدر عن رئيس مجلس نواب السابق محمد الحلبوسي ضد قانون الخدمة والتقاعد الخاص بمنتسبها قائلة إن من يتجاوز على الدستور والقانون ويدان بالتزوير غير مؤهل لتنصيب نفسه واعظا وناصحا للآخرين بيان رسمي ذكر أن هيئة الحجد تعمل بموجب قوانين تحدد علاقتها بالأطراف الأخرى وتنصه بشكل واضع على فصلها عن الإطار الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية مشددا على رفض الهيئة جميع أساليب تشويه صورة المنتسبين إليها والقفز على تضحياتهم الكبيرة وإعادة النعرات الطائفية قال القياد في الحزب الديمقراطي الكردستاني علي حسين أن البارتي واليكتي لا يمكنهما تشكيل حكومة كاركوك من دون العربي وتركومان بشيرا إلى أن أزمة تشكيل الحكومة لا يمكن حلها من جانب واحد لا يمكن للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني اتخاذ قرار بشأن منصب محافظ كاركوك بمفردهما ولا لجميع القوى السياسية الأخرى حل القضية من جانب واحد من دون العربي والتركومان إذن قمت واشنطن الأمنية البنتاجون يدرس انتقال المهمة لشراكة دائمة تفاصيل هذا الملف بعد قليل يومان من الحوار الأمني بين بغداد وواشنطن احتضنتها أروقة البنتاجون ينتهيان بتجديد الولايات المتحدة دعم سيادة العراقي واستقراره واستمرار النظر في تنظيم عملية انتقال مهمة التحالف الدولي إلى شراكة دائمة بين الجانب العراقي وكل عضو في التحالف وسط تحذيرات أمريكية عسكرية وسياسية من تغطيط داعش لهجمات وتهديدات إرهابية جديدة اختتمت أعمال يومين من حوار التعاون الأمن المشترك بين العراقي والولايات المتحدة في واشنطن السفير الأمريكي لدى بغداد إلينا رومانوسكي ذكرت عبر حساباتها الرسمية أن الحوار جاء بعد مناقشات تناولت مستقبل العلاقات الأمنية الثنائية وعبرت عن تطلع واشنطن إلى العمل مع الشركاء العراقيين لتعزيز الاستراتيجية المتفق عليها من أجل انتقال مهمة التحالف الدولي إلى علاقة ثنائية دائمة وضم الوفد العراقي وزير الدفاع ونائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب وممثلا عن البشمرقة وزير الدفاع الأمريكي لويدا أوستن أكد التزام الولايات المتحدة باستمرار دعم سيادة العراقي وأمنه واستقراره وخلال اجتماعا مع نظيره العراقي محمد العباسي في البنتاجون وصف أوستن العلاقات الأمريكية العراقية بأنها قوية ومبنية على سنوات من الشراكة وقال أن الروابط مهمة وخصوصا في ظل الاحتفال بالذكرى العاشرة للتحالف الدولي لهزيمة داعش معبرا عن فخره بأنه كان جزءا من تلك المعركة وامتنانه لشجاعة القوات العراقية وأشاد أوستن بجهود الجانبين العراقي والأمريكي لتشكيل المعايير اللازمة لتحويل عملية العزم الصلبي إلى شراكات أمنية دائمة مع الولايات المتحدة ودول التحالف الأخرى وفيما حذر من مواصلة داعش التخطيط لشن هجمات في المنطقة وعبر فروعه العالمية شدد على ضرورة تكييف العملية لمواجهة هذا التهديد المتغير المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر قال إن اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين بغداد وواشنطن تنظر في كيفية انتقال مهمة التحالف إلى شراكة دائمة كاشفا عن بعض مضامين الحوار الأخير اللجنة العسكرية العليا بين بغداد وواشنطن تنظر في سبل وكيفية انتقال مهمة التحالف الدولي في العراق بطريقة منظمة إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة وكيف سيد ذلك في زياد التهديد الذي يشكله تنظيم داعش والاعتبارات العملياتية فضلا عن قدرات القوات العراقية هل يعود داعش؟ سؤال يتردد بين الأرويق الرسمية من واشنطن إلى بغداد كما يجري على ألسنة النخب والناس داخل العراق في ظل تصريحات ومعطيات ميدانية مختلفة نينواء المتعافية من سطوة التنظيم الإرهابي وأول المدن اكتواء بناره يقلقها أي حديث عن تهديداته فيما يقول مسؤولنا أن حدود المحافظة مؤمنة والحذر كل الحذر من بث الرعب في ظل المخاوف من أنباء متداولة عن تسل المئات الإرهابيين عبر الحدود السورية إلى العراق يترد الأمن بأن ثلاثة خطوط للصد منتشرة على طول الشريط الحدود وستحذرات من محاولات بث الرعب بعد سبع سنوات على إعلان التحرير والخلاص من تنظيم داعش الإرهابي تعود المخاوف من عودته إثر برقية يفترض أنها سرية لكنها سربت إلى مواقع التواصل الاجتماعي تكشف عن إطلاق سراح مئات المتهمين بالإرهاب من أحد السجون السورية واحتمال تسللهم إلى داخل العراق اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى فندة المخاوف مؤكدة تأمين الحدود بشكل يمنع تسللهم في ظل وجود ثلاث خطوط للصد وانتشار كبير للقوات الأمنية وحرس الحدود الوضع في الحدود مسيطر عليه من قبل قواتنا الحرس الحدود والجيش العراقي في الإسناد والحجد الشعبي أيضا لذلك نحب أن نوجه رسالة اطمئنان إلى ألنا في محافظة نينوى لا توجد أي خطر وغير ممكن عبور أي تسلل إلى أراضي العراقية من قبل هذه المعتقلين استثباب الوضع الأمني في عموم المناطق المحررات وكذلك الشريط الحدودي يفند مخاطر التأثر بالحدث خلف الحدود ما يعني أن جميع المدن مؤمنة وخاصة أنها تشهد تعاونا غير مسبوق بين مواطنها وقوات الأمن قطاعاتنا حقيقة مسيطرة وأيضا أجهزة الكاميرات الحرارية هي عالية الدقة من مدخل نهر دجدة في منطقة المثلثة السورية التركي العراقي ووصولا إلى محافظة الأنبار كل هذه المنطقة مسيطرة عليها ويحذر ناشطون ومواطنون من مغبة الإنجراف وراء تصريحات من شأنها تأكير صف الأوضاع الأمنية ومحاولات استغلالها للتأثير في الشارع وخلق تهديدات لا أساس لها من الصحة من الموصر محمد سالم يو تي في هذا وقال ناشطون ومحللون سياسيون من نينوى أن أنباء أطلاق صراح عدد من السجناء لدى قوات قسد في سوريا أثار قلقا في الشارع المصلي وسط تطمينات حكومية وأمنية يوم حقيقة ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي قبل يومين أو ثلاثة أيام عن وجود إطلاق صراح لبعض العناصر الإرهابية من قبل قوات قسد حقيقة أربك الشارع هنا في محافظة نينوى بالرغم من وجود تطمينات من قبل قوات الأمنية وما عقد قبل قليل من قبل رئيس لجنة الأمن داخل مجلس محافظة نينوى قال أن هناك تطمينات وهناك تحركات من قبل قيارة عمليات غرب نينوى لمواجهة أي خطر قد يتربص بمحافظة نينوى وأنا أعتقد هذا العمل الذي قامت بها تنظيم قسد هي متعمدة ومقصودة تزامنا مع الأحداث الدولية التي تحدث في غزة وجنوب لبنان وأيضا تندرج أيضا مع المفاوضات التي تجدها الحكومة العراقية لانسحاب القوات الأمريكية من العراق حقيقة اليوم نواقع الأمني في محافظة نينوى وواقع يعني الحمد لله وشكر أمان استقرار ما بعد تحرير محافظة نينوى هذا اليوم نحن مستقرين وقاعدين الحمد لله بس المفروض يعني من الجيش العراقي أن يطلع السادر الحاجة الشعبية طلع السادر نحن لدينا قوات أمنية كثيرة بمحافظة نينوى من الشرطة المحلية الشرطة المحلية المفروضة تبقى بداخل المحافظة أما عندك الاتحادية أو الجيش العراقي أو الحاجة الشعبية هذا يطاوق محافظة نينوى النايب عن الديموقراط الكردستاني محمى خليل أكد ليو تي في أن داعش لا يزال يشكل خطرا على العراق معبرا عن ثقته بقدرات القوات المسلحة لمحاربة التنظيم الإرهابي بالتأكيد الداعش لا زال مثل خطر ولكن لدينا ثقة بالقوات العراقية المسلحة بكل سنوفها داعفش اليوم كثقافة وكسلوق وكنهج مرفوض رفضا قاطع من الشعب العراقي لكن للأرهاب لا دينة له لا حدودة له قبل اليوم شاهدنا أطلاق صراح 200 داعش يمسجن غيران في حسكة والنقطة الثانية هناك مذيفات وهناك مواقع تتواجد فيها الداعش ولذلك نحن نقول يجب أن نشتث الداعش من جميع مناخ العراق ومن جميع جغرافية العراق يضم إلينا من الموصل أستاذ العلوم السياسية دكتور فراس إلياس دكتور مرحبا بك في هذه نشرة دكتور برقية تم تداولها بشكل واسع اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن احتمالية تسلل المفرج عنهم إلى العراق كيف تابعت الأمر؟ نعم سيد الكريم بداية تحية لك والمشاهدكم الكرام أعتقد أن الإشكالية الكبرى تكمن في التوقيت الذي اعتمدته قوات سوريا الديمقراطية في إطلاق صراح ما يقارب إلى 250 معتقل من عناصر تنظيم داعش في أحد السجون التي كانت تسيطر عليها في دير الزور أعتقد أن الإشكالية تكمن في هذا التوقيت لأن هذا التوقيت يترافق مع العمليات العسكرية التركية التي تجريها تركيا حاليا في مناطق شمال العراق وأعتقد أن نجاح تركيا في الوصول حتى مقتربات جبل قارس سوف يمنحها إطلال الجغرافية لتوجه نحو السنجاروم ثم ربيع وبالتالي استكمال المنطقة الأمنية التي أعلنت تركيا عن رغبتها إقامة في مناطق شمال العراق وبالتالي هذا سوف يؤثر بطريقة أو بأخرى على طبيعة التضامن العسكري والأمني وحتى الجغراف الذي يربط حزب العمال كردستاني بقوات سوريا الديمقراطية وأعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خلق نوع من الإيرباك على مستوى التفاهمات العراقية التركية وحتى حقيقة على مستوى الأمن الداخلي العراقي أعتقد أنه على مستوى العملياتي أن جانب العراقي نجح حتى هذه اللحظة في إكمال كامل يعني الاستحضارات الأمنية سواء على مستوى تأمين الحدود من خلال انتشار قطاعات الجيش العراق التابعة لقيادة عمليات غير بنينة وحتى قوات الحجد الشعبي أضف إلى ذلك أن هناك جدار عازل نجحت جانب العراق وتحديد القوات الشرطة وحرس الحدود التابعة للوزارة الداخلية في بناء هذا الجدار الذي يمتد من الحسكة أو من ربيع حتى الحسكة على طول مئة كيلو متر وبالتالي أعتقد أنه سوف ينجح هذا الجدار في طريقة أو بخرة بصد أي عمل يتسلل من الممكن أن يقوم بها تنظيم داعش خلال الأيام طبعا هذا إذا ما كان هناك قرار يتسلل أو عبر للجانب العراقي وبالتالي أعتقد أن الخطورة تكمن في الأنفاق التي لا زال تنظيم داعش يمتلكها وهي أنفاق حتى هذه اللحظة على رغمها العمليات التعرضة التي قامت بها قطاعات الجيش العراقي لأن حققت التنظيم داعش لا زال يمتلك العديد من هذه الأنفاق والتي من الممكن أن يستغلها في الدفع في العديد من العناصر ليلعبور إلى جانب العراق ولكن أعتقد أنه هناك مبالغة حتى هذه اللحظة في التهويل من موضوع عودة هذا التنظيم لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن معتقلين مضى على اعتقالهم ما يقارب الأربع سنوات وبالتالي فأن ظروف الاعتقال وكذلك طبيعة الانتشار العسكري الذي قامت به قوات الجيش العراقي وحتى قوات الحجز الشعبي على طول الحدود العراقية السورية سوف يعيد تشكيل إدراك عناصر التنظيم لأنه بالنهاية سوف يتعاملوا مع بقعة جغرافية هي غريبة عنهم سواء على المستوى الانتشار وحتى على المستوى العمليات وبالتالي هناك ما يمكن القول بأنه هناك عملية خلق حالة من الردع لدى أو على تقدير حالة من الشكل لجانب العراقي بأنه هناك خطر داهم من الممكن أن يتم الزجبه إلى داخل الحدود العراقي وبالتالي أعتقد أنه هو النوع من التهويل الإعلامي لا يمثل الواقع بصدر على الاعتبار أنه هناك بأجرار في غير مواتي للتنظيم والحملية يعني اليوم اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينا وقالتنا الحدود محصنة هل بالفعل ترى أن الحدود مؤمنة من عمليات التسلل الآن؟ بالتأكيد على المستوى الإطار الاستراتيجي العام هي الحدود مؤمنة لكن هذا لا يمنع من القلبي أنه هناك نقاط اختراق من الممكن أن ينجح تنظيم داعش في استغلاله لأنه بالنهاية نحن نتحدث عن أنفاق لا زالت القوات الأمنية العراقية لم تفرض السيطرة الكاملة عليها وهذا ما يشير وهذا ما تؤكده عمليات الاعتقال التي تقوم بها قوات الجيش العراق وتحديدا حرس الحدود من خلال عمليات تجارة المخدرات العابرة للحدود والتي يتم في طريقة وبأخرى استغلال الممرات أو الانفاق التي كان يستخدمها تنظيم داعش وهذا لا يمنع من القلبي أنه من الممكن أن يكون هناك انفاق أخرى غير مكشوفة لدى الجانب العراق وبالتالي أعتقد أن هنا نحن نتحدث عن ثغرات أمنية المشكلة أن جانب العراق حتى هذه اللحظة لم يغطي كامل الحدود العراقية وبالتالي هذا ما يخلق نوع من الارتباك في إمكانية أن يستغل التنظيم هذه الثغرات والعبر إلى جانب العراق لغم أنني أعتقد أنه لا يوجد هناك فرصة لعناصر التنظيم للدخول إلى جانب العراق على الاعتبار أنه لا توجد هناك على أقل تقدير حاضنة جغرافية من الممكن أن يستغلها التنظيم في إعادة بنائها وكذلك التنظيم ومن ثم يعني خلق مسرح عمليات داخل الحدود العراقية أعتقد أنه سوف يستثمر مناطق الفراغ الأمني على الحدود العراقية السورية وتحديدا من مناطق شرق دير الزر وحتى البو كامل هذه المناطق لا زالت تشهر بعد البؤر التي نجحت تنظيم داعش في خلق نقاط ارتكاز ونقاط تمركز فيها من الممكن أن يعيد تنظيم وتأهين نفسه هناك لكن أعتقد أنه لا توجد هناك فرصة استراتيجية لكي ينجح تنظيم داعش لكي يعيد بناء نفسه داخل الحدود العراقية على الاعتبار أنه هناك بيئة جغرافية غير مواتية للتنظيم ولا حتى على المستوى المجتمعي هناك على أقل تقدير إدراك مجتمعي في داخل محافظة نينو وحتى كذلك في الأنبار بأنه لا يمكن التعاطي مع حالة التنظيم لأنه بالنهاية هذا التنظيم لم يستثني في عدائه لا يعني كل المكونات المجتمعية في هذه المحافظات وبالتالي أعتقد أن فرصة التنظيم لإعادة تأهين نفسه من جديد في داخل العراقية حقيقة فرصة ضعيفة بالنظر لطبيعة الانتشار الأمني وكذلك بالنسبة لطبيعة التفاهم العراقية يعني دكتور إذا كانت ضعيفة نعم دكتور إذا كانت ضعيفة اليوم تحدث وزير الدفاع الأمريكي مع وزير الدفاع محمد العباسي قال أن هناك احتمالية لمواصلة داعش التخطيط وشن هجمات على ماذا استند يعني هل من الممكن أن تكون على خلايا نائمة معلومات أو عن الهجمات الأخيرة التي سدفت بعض القوات الأمنية مثلا نأه بالتأكيد عند الاطلاع على مجريات الحوار الأمني ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية نجد أن الوفد العسكر للعراق ذهب إلى واشطن من أجل تبحث حول ملف إنهاء تواجد القوات الأمريكية في العراق وبالتالي أعتقد أن الجانب الكأمريكي كان بحاجة للمناورة بورق على طاولة المفاوضات من أجل أن يشكك بالقدرات الأمنية العراقية وكذلك يدفع الجانب العراق ليعادة النظر بطبيعة هذه المطالب التي تتعلق بسحاب القوات الأمريكية في العراق من خلال إبراز ورقة التهديدات التي يبدأ ممكن أن ينشكلها تنظيم داعش في ماله والسحابة القوات الأمريكية وبالتالي أعتقد أن هذا الموضوع يأتي في إطار المناورة الدبلوماسية التي تطمح من خلال الولايات المتحدة الأمريكية للبقاء أطول مدة ممكنة في العراق من خلال التلوح بورقة داعش وكذلك التشكيك بالقدرات الأمنية العراقية من خلال أظهار أن الجانب العراقي لن يكون قادر عن مواجهة هذه التهديدات بمعزل أو بالاستغناء عن دور الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي أعتقد أن الموضوع يأتي في إطار المناورة الدبلوماسية على اعتبار أن هناك العديد من عمليات التشكيك التي مارستها لإدارة الأمريكية حتى قبل زيارة الوفد العراقي إلى واشطن خلال اليومين الماضيين من خلال التلوح بورقة داعش ومن ثم الحديث اليوم عن إفراج عن عدد من المعتقلين من قبل قوى سوريا الديمقراطية وبالتالي الموضوع يأتي في إطار إعادة تشكيل النهج التفاوضي لجانب العراقي بالإطار الذي يدفع العراق للتراجع خطوة وراء في الحديث عن موضوع السحب القوات الأمريكية من العراق والتركيز على خطر تقضيب داعش بالإطار الذي يوفر للولايات المتحدة الأمريكية البقاء أطول مدة ممكنة في العراق وبالتالي أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون قادرة على ضرب أكثر من يعني عصفور في حجر واحد هي من جهة سوف تحتفظ ببقاء طويل الأمد في الداخل العراقي وكذلك استمر اللعبة المزدوجة مع الجانب الإيراني وكذلك الفصائل المسلحة القريبة من إيران من خلال الربط ما بين السحة العراقية والسحة السورية والتداعيات التي من الممكن أن تفرزها الحار في غزاء وبالتالي الموضوع يأتي في صياق استراتيجي إقليمي عام لا يفرص للسحة العراقية عن السحة السورية ولا حتى كذلك عن السحة في فلسطين لأن الولايات المتحدة الأمريكية تجد أن هناك نوع من الترابط الجغرافي ما بين هاتين الساحات الثلاثة وبالتالي فإن أي انسحاب أمريكي من هذه البقعة الجغرافية سوف يؤثر على مجمل الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في انهاء الحرف في غزاء وأعتقد أن الكلمة التي سوف يلقيها رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم بن يمين نيتنياهو في الكونغرس الأمريكي سوف توضح الكثير من ملامح الدور الأمريكي في المرحلة المقبلة وهذا الدور سوف لن يكتمل في حال ما سحبة ولاية المتحدة الأمريكية من الجانب العراقي وبالتالي أعتقد أن ورقة تنظيم داعش سوف تكون أفضل ورقة من الممكنة تناور بها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إبراس تهديداتها على السحل العراقي ودفع الجانب العراقي للتراجع خطوة إلى الأوراء في هذا الملف أما من الموصل أستاذ العلوم السياسي الدكتور فراس إلياس دكتور شكرا جزيلا لك تبحث عائلة أنبارية عن مصير ابنها الوحيد بعد أن اعتقلته قوة قدمت من بغداد من دون أن تقدم لذويه أمرا قضائيا بحسب أقوالها فيما تجهل العائلة الجهة التي اعتقلته وأين هو الآن على رغم من مرور أشهر على اعتقاله أمام ألعاب الأطفال تبكي أم محمد على ولدها الوحيد الذي تم اعتقاله وفق المادة أربع إرهاب محمد كان في العاشرة من العمر خلال سيطرة داعش عام 2014 لكن اسمه ورد على لائحة المطلوبين عشر سنوات هو هذا عمره حتى كان يعني ما يعرف يعني على الألعاب على الألعاب الأطفال على الألعاب اللذي يعني على الشغلات الطفولية لأروح للمطبخ وياي للغرفة وياي للهائصال نشوفهم ربيتهم حائشهم حال حال البنات بحسب والدته فإن اسم ابنها ورد عام 2017 بعد عودتهم إلى الفلوجة وأنه جرى وقتها كف التحري عنه وانتهى إلى عدم مطلوبيته لكن قوة قدمت من بغداد قامت بمداهمة البيت وسط الفلوجة واقتياده قبل أشهر مشيرة إلى عدم معرفتها بمصيره حتى الآن من رجعناه قالوا ويا داعش ويا داعش الشور راح ويا داعش وهو بيدي 24 ساعة واني ويا 24 ساعة نشوفهم الطباء ويعني قوة يا ستار يعني ربي والله أنا أقسم بالله خربت أمر قضائي أي أمر قضائي ودخله وقلوا الأمر قضائي احنا عدنا أمر قضائي ندخل عليه تطالب والدة محمد أجهات المعنية بالكشف عن مصير ابنها وإعادة النظر في محاكمته ما ندري بي وين مش سوى بي ما سوى وما ندري تروح تسأل يقول لك ما أدري وأبو رجال شبير وعمره 56 سنة يعني شي سوى وين يروح والله العظيم إذا أشوف أبوه تقول هذا شون يمشي لا يحمي أنت يعني حتى لا يقدر يراجع لا يقدر يروح لا يقدر يجي يعيدون النظر بالتحقيق ما لا يعيدون النظر بكل شيء يعيدون النظر بكل شيء حتى بعمره من كان داعش وقعة ابن العشرين عاما تعد حدثا غريبا لم تتضح تفاصيله فيما تمثل الوشايات والمخبر السري فصلا مظلما أودى بمصير مئات الأبرياء مع مطالبات بإعادة المحاكم نبيل عزامي يو تي في الأنبار خلفت حرائق بابل مئة وإحدى وتسعين إصابة وحالتي وفاة في شهر واحد فقط عشرات المشاريع والدوائر الرسمية والأهلية لا توفر معايير السلامة من الحوادث الإسعاف الفوري يعاني قلة العجلات حرائق عديدة شهدتها بابل حدث آخر ثلاثة منها خلال إسبوع واحد تقريبا في مستشفى أهلي وآخر حكومي ومخازن للأغذية قسم الإسعاف الفوري في دائرة صحة بابل سجل خلال شهر حزيران وحده مئة وواحدة وتسعين إصابة وحالتي وفاة جراء الحرائق ما يدعو إلى ضرورة متابعة إجراءات السلامة والأمان في المؤسسات الأهلية والحكومية عدد المصابين والوفيات اللي حثت خلال من بداية شهر حزيران لحد الآن مئة وواحد تسعين مصابة وفيات اثنان فقط أكو صعوبات دنواجهة مثلا احنا عدنا قلة عدد عجلات الإسعاف اللي ما ممكن نغطي كل مساحة محافظتنا لمتراملة الأطراف خمسة وأربعون مشروعا متلكئا في توفير إجراءات السلامة والأمان من الحرائق في بابل بحسب إحصائية حصلت عليها مفوضية حقوق الإنسان من الدفاع المدني وعدتها انتهاكا لحق من حقوق المواطن في دخول دائرة حكومية تضمن له السلامة والأمان من الحرائق فضلا عن خلو مباني أخرى من إجراءات السلامة نهائيا خلال توثيقة لبعض الأماكن للإزارتها تخلو من وسائل الأمان سواء كان مؤسسات حكومية أو مؤسسات في المشاريع الأخرى المشاريع المختلطة كحكومة وقطاع خاص اليوم لدينا حصائية من قبل مديرة الدفاع المدني هناك 45 مشروع متلكئ بين مشاريع سواء كان مطاحن أو مشاريع أخرى هي متلكئة في شروط السلام والأمان وبالتالي تؤثر على حق الإنسان بالحياة تؤثر على حق الإنسان بالأمان وبالتالي تشكل انتهاك وبحسب مفوضية حقوق الإنسان فإن أغلب البنايات القديمة أو الدوائر ذات البناء القديم تخلو من شروط السلامة والأمان من الحرائق وأهمها سلالم الطوارئ من محافظة باب الحيدر تشلبي يو تي في أكثر من مليون نخلة موزعة في مناطق مختلفة من ذيقار يعاني جلها من العطش بفعل الجفاف فيما يطالب المزارعون بإنقاذ سيدة الأشجار عشرون ألف نخلة موزعة على مئات الدوانم في مناطق آل زيرج وآل إبراهيم وخفاجة شمالية ناصرية تشكو الضمأ وتتراجع معدلات الإنتاج فيها إلى مستويات متدنية بعد خمسة مواسم متواصلة من الجفاف هنا تبقى بساتين النخيل آخر أمل للمزارعين والفلاحين للتشبث بأراضيهم بعد توقف الأنشطة الزراعية الأخرى في الصيف والشتاء وفقدان ثروتهم الحيوانية آخر شيء الملكة بقعدنا النخلة بالنسبة للمواشي والثروة الحيوانية انتهت والمزارع بصورة عامة هم انتهت بقى النخلة ظلت النخلة سنة وسنتين تحملتها السنته كان الفلاح هنا يصدر يومية خمسين إلى ستين أو سبعين كيلو وفي وقت تؤكد فيه دائرة الزراعة دورية مكافحة حشرات النخيل كإجراء لديمومة هذا القطاع الزراعي المهم يشير مزارعون إلى عدم جدوى هذه الإجراءات من دون توفير حصة مائية تؤمن حياة سيدة الشجر هناك مكافحة دورية موجودة لدى قسم مقاية المزروعات في مجزعة ديقار منها مكافحة التي تدى مثل خياص طراء النخيل ومكافحات حشرة الحميرة وعنكبوت الغبار وحفرات ساق النخيل وغيرها من الآفات زراعة الناس جاي يجونا يطوننا علاج علاج ونحن جاي نكافح بس المكافحة يعني محدودة ما تقدر تتكافح لك بستان وهو ما عليه ما يحصل الماء وتعد ذيقار من أهم المحافظات بأعداد النخيل بمعدل مليون ومائة ألف نخلة تمتد على مساحة ثمانية وأربعين ألف دونم ويتصدر صنف الشويثي بوفرته بقية الأصناف الأخرى من الناصرية أحمد السعيدي يو تي في آية عماد هي آية أوائل المتخرجين من السادس الأدبي في ديالا بمعدل ثمانية وتسعين كفيفة البصر تحفظ القرآن والشعر وتطمح أن يكون مستقبلها بين السادس القانوني في العراق آية عماد من الأوائل على محافظة ديالا والعراق في نتائج السادس الإعدادية كفيفة من ناحية كنعان تدرس في مدرسة للمبصرين لكن ذلك لم يمنعها من التفوق مواليد 2007 من محافظة ديالا كفيفة بصر كليا طالبة سادس أدبي نجحت بمعدل ثمانية وتسعين من الدور الأول بدون أي دروس خصوصية من الإبتدائية ولحد الآن ما داخل أي درس خصوصي لأنني أشوف نفسي ما محتاجتها فترة الإبتدائية ست سنين أهلي اللي كانوا دارسوني وبدرجة الأولى أمي بعدها أعتمد على الاستماع باستعمال الأنترنت والتليفون استمع للمادة وأحفظها فقدت آية البصر عند بلوغها سن الرابعة وإلى جانب تفوقها دراسيا فمن هواياتها الخطابة وحفظ القرآن والشعر أنا حافظة القرآن حافظة لي ثمان أجزاء ومستمرة بالحفظ إن شاء الله مع حفظ موضوعي وسور متفرقة كانت عندي هوايات بالشعر بإلقاء الشعر والخطابة شاركت بمسابقات هواي على مستوى الوزارات المؤسسات العتبات المقدسة أحرزت بها المراكز الأولى عندي حفظ النهج البلاغة لا طموحي قليت القانون جامعة ديالة ومن بعدها إن شاء الله دراسات الولية المنستر والدكتورة تفوقت الطالبة آيا عماد في المراحل الدراسية كافة اذ حققت سابقا معدل مئة بالمئة في مرحلتي الابتدائية والمتوسطة تختلف حتى عن الطالبات البصيرات اللي عندنا بذكائها عندها ذكاء من نوع خاص ذكاءها ما مقتصر فقط على المستوى التعليمي يتشارك بعدة مسابقات على مستوى العراق عندها ثقافة إضافة إلى المستوى العلمي عندها ثقافة ثقافة جينية ثقافة علمية على المستوى الشعر والخطابة وبحسب منظمات حقوقية فإن مكفوفي البصر في العراق يحتاجون إلى دعم حكومي يتمثل بتوفير تقنيات حديثة وأجواء تعليمية مريحة علي العنباكيو تي في ديالا ختم النشرة شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة